اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذه القائمة بين المدن الأكثر كاميرات لمراقبة الناس الله أكبر يعني ست دول تسبقها وهي ست مدن تسبقها وهي المدينة السابعة من بين كل مدن العالم مو دول يعني كل دولة ربما عشر اخمسطعش مدينة واحسب هكذا يعني ممكن ميت دولة بالعالم واحسب هكذا العراق بغداد سابع مدينة في العالم طيب وانت تساءل وانت تساءل والكل يتساءلون اذا احنا سابع دولة بالعالم بالكاميرات مراقبة وبها اجهزة وبها كنترولات وبها بها ناس التابع وبها ناس طيب ليش هاي السرقات والقتل والخطف والاحتداءات تحصل ليلة النهار في بغداد يعني ليش بغداد من اسوأ مدن الدنيا من اخطر مدن الدنيا وحصائيات اخرى تتحدث انه العراق هناك حصائية اخرى في نفس يعني هذا الاتجاه العراق من حيث معدل ارتكاب الجريمة في العالم يحتل الرقم 72 من بين 100 دولة يعني من بين 30 دولة وال28 دولة الاكثر جرائب في العالم الله هو اكبر طيب لعد ليش هاي الكاميرات هاي الكاميرات لمعلوماتكم طبعا شابها الكثير من الحديث والاتهامات والفساد والخراب وهاي الكاميرا بخمسة الاف دولار وهي هي بخمسين دولار وهذه الكاميرا بخمسين الف وهي هي بخمسمائة دولار وهكذا مليارات ذهبت على هذه الكاميرات وهي كاميرات مليان الشوارع واذا بغداد على لائحة المدن الاخطر العشرة في العالم الان هاي في عام 17 الان في عام 22 هي على لائحة بغداد على لائحة المدن الـ 25 الاخطر في العالم طيب شنو فائدة هذه الكاميرات مهم يقالوا انه هذه الكاميرات نصبنه هذه الكاميرات لضبط الامن والقبض على وتسريع كشف الجرائم والقبض على المجرمين إذا كان كل هذا وانتوا سابع مدينة في العالم بها بعدد الكاميرات مراقبين العالم كلها هذه الكاميرات خليها على المتظاهرين من يطلعون حتى تعرفوهم وتقتلوهم على شنو خلي فسرونا اخطر 25 مدينة في العالم بغداد إذا كانت بغداد من اخطر 25 مدينة في العالم وأرجع أقول لكم من بين المدن وليس بين البلدان يعني في كل بلد 20-30 مدينة لا أعرف ما أعرف على لقاء لدينا محافظات مثلا 18-20 محافظة وشوفوا إذا تعتبروا هذه المدن وربما يعتبرون حتى المدن الصغيرة فشوفوا ألاف المدن من بين هذه الألاف المدن البغداد من بين أخطر 25 مدينة في العالم بالجرائم التي تحصل فيها يعني نحو 10 ألاف جريمة جنائية سنويا تحدث في بغداد والطب العدلي يشهد على هذا في العراق والطب العدلي أكثر أكثر جرائم تحصل في بغداد يعني ما الذي يتحدثون عنه ويتحدثون عنه لا محنا ما نقدر هناك شبكات جريمة منظمة شنو 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 فائدة الكاميرات شنو فائدة مليونين شرطي وجندي ومعرف شنو ثلاثة أربع الميزانين الموازنة تذهب لهم وحشد شعبي وأمن حشد شعبي وأربع طعش جهاز أمني وبالتالي هذا وضعكم والأمريكان والبريطاني الذين احتلوا العراق يصدرون بيانات لمواطنيهم لا تذهبوا إلى العراق وإلى بغداد لأنه غير آمن الخطر عليكم هذا هو الواقع الذي يتفاخر به عمار الحكيم ويقول أنه الرئيساء والزعماء يسألوننا كيف استطعتم أن تحققوا هذا كيف بنيتم هذا شنو هذا التطور شنو هذا النهوض شنو هذا البناء يعني يندهشون مندهشين يعني يعني متعجبين من هذا البناء الذي هذا الوضع الذي نعني فيه هو هذا الوضع الذي ينتم فيه مع الأسف الشديد سابع مدينة في العالم على مستوى مراقبة بالكاميرات والتالي جرائم تحدث ليلة نهار وقتل وميليشيات وسرقة وذبح واختطاف عيني عينك أمام الكاميرات وأمام كل شيء نعم الكاميرات موجودة لكن شنو كاميرات وشقد راحت بها فلوس وشقد سرقت بها فلوس وشنو فايدة كثير من المدن في العالم تمر متشوف بها كاميرا ومتشوف بها شرطي لكن الأمان مئة بالمئة لأن هناك هيبة للقانون هيبة للدولة هيبة للحكومة هيبة للاحترام المتبادل بين الحكومة والشعب الشعب يحترم حكومته والحكومة تحترم شعبه وتحرص على أمنه وأمانه لذلك ما تلقى شرطي تعيش بها شهر شهرين خمسة سنين وما ما تشوف شرطي ما تشوف كاميرا لكن الأمان مئة بالمئة ترجع ساعة بالأربعة الصبح ترجع بالثلاثة ترجع الظهر ترجع الصبح تطلع وتروح نساء أطفال متخاف احنا هنا يطلع يتلفت وراه حتى بداخل بيتها غير أمن بتجامع ما أمن بالمعرف من هو ما أمن بكل مكان ما أمن بوظيفته ما أمن في هذا ما لأسف الشديد ربما وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزى المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة